يا دكتور منير السيد مهدي يقول أنه ونحن في السياق الحديث عن قمة القاهرة للسلام والمصارات التي يمكن أن يكون الحديث من خلالها أكد على فكرة التأكيد على قواعد القانون الدولي وأن الغرب المتحضر يجب أن يلتزم في هذه اللحظة التاريخية بهذه القواعد وهذه الأسس هو يتحدث عن أهداف مهمة لإعمال هذا القانون في المدى المنظور تأثير ذلك على الوضع الآن كيف يمكن فعلا لقمة القاهرة أن يكون لها تأثير مباشر على الوضع الآن ومن ثم ننتقل إلى قادم الأيام تفضل دكتور الوضع الآن المطلب الرئيسي والسريع والمباشر هو وقف إطلاق النار الهجمة الإسرائيلية الشرسة على المدنيين في قطاع غزة الإبادة الجماعية التي بدأت بالفعل بعد قرار الاحتلال الإسرائيل لقطع المعونات والماء والغذاء عن أهلنا في قطاع غزة هذه إبادة جماعية يجب أن يتوقف فوراً يجب أن يتوقف إطلاق النار يجب أن يبدأ الغزيون الفلسطينيون يشعرون بالأمان حتى يستطيعوا أن يمارسوا بعضاً من الحياة المدنية التي حرموا منها بشكل كامل خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى ذلك الأهمية الآنية أيضاً هي توزيع جميع إدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الذي يحتاج إليه قطاع غزة وأيضاً رفض جميع الشروط الإسرائيلية التي تعرض فيما يتعلق بتوزيع هذه المساعدات قرأت بأن الحكومة الإسرائيلية ترغب بأن تضمن بأن لا توزع هذه المساعدات الإنسانية إلا على الجزء الجنوبي من قطاع غزة وأن يحرم منها الجزء الشمالي وبطبيعة الحال هذا بحد ذاته منافي للقانون الدولي تهجيرها للجزء الشمالي من القطاع منافي للقانون الدولي على دولة الاحتلال حتى لو كانت في حالة حرب وفي حالة عمليات عسكرية عليها واجب بأن لا تهجر البدنيين تهجيراً كبيراً بهذا الشكل هي أمرت نصف سكان قطاع غزة بالنزوح وهي تحاول أيضاً أن تنقل المستشفيات المستشفيات في قطاع غزة وتأمرهم بالإخلاء أول مرة على فكرة أسمع في هذا التاريخ بأن هناك من يأمر مستشفى بالإخلاء هذا ما تقوم به إسرائيل الآن إذن الحاجة طارئة عفوا المقاطعة هي فقط لا تأمر بالإخلاء بل هي تضرب المستشفيات تجاوزت مرحلة التحذير نعم تجاوزت مرحلة التحذير وفعلاً بدأت بضرب المستشفيات اليوم ضربت محيط أحد المستشفيات أيضاً يعني على فكرة وتضرب المدارس بالأمس قريب المستشفى المعمداني ضحايا فاقه 500 يعني استشهد أكثر من 500 وإصابات تجاوزت الألف وبالتالي يعني هي يعني وصلت إلى مرحلة ليس فقط هذه المستشفى بالمناسبة لأنك تحدثت عن قطاع الطبي قطاع طبي تم استداف أكثر من 14 مركزاً طبياً ومستشفى بالمناسبة نعم 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 وأيضاً الجامعات على فكرة قصفت إسرائيل جامعتين بشكل مباشر وتضررت جامعة ثالثة في غزة بشكل غير مباشر وتقصف المدارس مدارس الأمم المتحدة الأونروا تقصفها بشكل مباشر علماً بأن النازحين من بيوتهم بسبب هدم منازلهم لجأوا إليها طلباً للأمان لاعتقادهم بأنها مدارس تابعة للأمم المتحدة وبالتالي فهي محصنة نوعاً ما من القصف الإسرائيلي ولكن هذا الجيش يريد أن يفرد بعض القواعد التهجيرية هم الهدف واضح وهم لا يخبئونه ويعلنونه هم يعني يحاولون تهجير كل النصف الأول من القطاع من الشمال إلى الجنوب بحيث أنه يكون هناك كل سكان قطاع غزة مليونين ومئتين ألف فلسطيني في بساحة ضيقة جداً مع نقص الطعام مع نقص الماء مع نقص الوقود مع البرد الذي سيأتي قريباً مع كل هذه الظروف مخططه لذلك لكنه كان مخططاً مكشوفاً وواجهته مصر بوضوح في واقع الأمر رمام كنت ستصل إلى استنتاج مرحلة انفجار الغازيين في هذه المنطقة وبالتالي انتبهت مصر لهذا الأمر بشكل كبير نعم صحيح هذا ما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولكن نحن نثق بالموقف المصري الذي كان شديداً وواضحاً وأعتقد أن هذه القمة ستكون أيضاً فرصة جيدة ومهمة لتعزيز هذا الموقف المصري وتعزيزه أيضاً بمواقف من الدول العربية والدول الصديقة التي ستكون موجودة في هذا المؤتمر الولايات المتحدة بطبيعة الحال ترغب أيضاً بدعم الإسرائيليين حتى في تهجير الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر